لا ينجح الصلح إلا باتخاذ جملة من الأسباب السبب الأول هو نية الإصلاح فنحن مسلمون ندرك تماما بأن النية أساس النجاح ربنا قال في أي القرآن في صوت الأنعام يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صورة الكاف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذن النية أساس نجاح أن يستخذر المصلح أو المصلحات النية نية الإصلاح لله سبحانه وتعالى لله خالصة وهذه النية يستخذرها المصلح ويستخذرها الخصوم إذا حضر الخصمان أو الخصوم إلى مجلس الصلح بغير نية لا يمكن أن ينجح هذا الصلح بدأي لقوله تعالى في صورة النساء اللي 35 إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إذن التوفيق من عند الله والإنسان مطالب باتخاذ الأسباب ثم بالتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الأمر الثاني الشرط الثاني أو السبب الثاني هو المعرفة الشرعية والقانونية والاجتماعية القضية المعروضة لا يمكن للمصلح أن يتصدى لنزاع لا يفقاهه لابد أن يكون له رصيد معرفي شرعي قانوني عرفي يمكنه من فض النزاع المعروض عليه لابد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من هنا يأتي السبب الثالث والشرط الثالث وهو التكوين لابد أن يتكون الإنسان لا تكفي المعرفة العامة بمسائل الصلح لا تكفي لأنه حتى قلت قبل حين بأن النزاعات معقدة بل حتى الناس يعني نجد فيهم ألوانا من التعقيد بصراحة أعطيك مثالا يعني في زمن سابق الناس يوزعون الموريث بشكل عجيب يعني النية حاضرة بشكل قوي جدا فيأتي المصلحون فيقول مثل يقول أحدهم فلاني أخذ القطعة الفلانية وفلاني أخذ القطعة الفلانية دون معينة القطعة الأرضية المراد قسمتها تماما عن بعد حتى لو كان يكون هناك يعني فرق بين القطعتين أو بين عقارين أو بين منقولين فالأمر لا يهم المهم يحافظون على أخوتهم ويحافظون على أرحمهم ولكن الآن نشرف على التقسيم عن طريق الجبيس عن طريق الوسائل الحديثة لأن الكثير لا يتنازلوا عن جزء من حقه وفي الحقيقة هذا أيضا شرط أساس إذ من القواعد الشرعية والعرفية والعقلية المتقررة في هذا المجال أن لا تصالح عند التنازع إلا بالتنازل لا تصالح عند التنازع إلا بالتنازل بمعنى أن يتنازل كل شخص كل خصم عن جزء من حقه لنصرة للهدف الأسمى نصرة لهذه القيمة العليا وهي قيمة الصلح يعني أين الضرر إذا تنازل الخصم عن جزء من حصاته في الميراث أو في الشركة أو في أي أمر مقابل ذلك يقوي قيمة الصلح في المجتمع وينال بذلك أجرا يجيده محفوظا عند ربه يوم القيامة يعمل لدنيا ويعمل لآخرته وابتغي فيما أتك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ومن العوامل العوامل نجاح أيضا النزول عند رأي الخبراء هذا أيضا أمر مهم ربنا قال في أي القرآن فاسأل به خبيرا وقال أيضا ولا ينبئك مثل خبير وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن مجتمعنا اليوم الحمد لله عامر بالخبراء في جميع المجالات كل في مجاله في المجال الطبي هناك خبراء في مجال الصحة في مجال الطب عند وقوع النزاع في هذا المجال في المجال العقاري هاي عندنا خبراء عقاريون كثيرون وفي العقاري أظن تخصصات دقيقة في المجال العقاري وفي مجال عمران في المجال المالي وإدارة الشركات أيضا هناك خبراء في المجال المالي وفي مجال الأسرة هناك حكماء خبراء في مجال الأسرة يعرفون كيف يصلحون بين الخصوم بين الأزواج وهكذا لذلك لابد أن ننزل عند رأي الخبراء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أدر بشؤون دنياكم يعني أطلق العنان للناس ليجتهدوا في إدارة شؤون حياتهم ولكن في إطار شريعة الله إذن فالنزل عند رأي الخبراء أمر مهم هذا الشرط أساس في نجاح عملية الصلح وكذلك من شروط نجاح عملية الصلح التعاون لأن الآن لن نتصور نزاعا يعني يتصدى له شخص واحد هناك بعض القضايا شخص واحد يكفي ولكن هناك منازعات كبيرة جدا تحتاج إلى تضافر الجهود والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بأن نزاعا قد وقع بين أهل قوبا في عهده هذا دليل آخر على أن النزاع من خصائص البشرية من خصائص الحياة حينما أخبر بهذا الخبر قال للصحب الكرام اذهبوا بنا نصلح بينهم ونستفيد من هذا الحديث جملة من المقاصد الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى الصلح عند بداية النزاع وهذه مسألة مهمة إذا لم يتصدى المصلحون للنزاع في بدايته سيتعقد النزاع ويتفاقم ويصعب الإصلاح على المصلحين لذلك المبادرة إلى الإصلاح أمر مهم البدار البدار قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا بنا لم يؤجل اذهبوا بنا هذا مقصد أول والمقصد الثاني لم يرسلهم بمفردهم بل هو إمامهم وهو إمام المصلحين قال اذهبوا بنا لم يقل سأذهب لا يرافقه الصحب الكرام والرفقة مهمة عند الهجرة قال إذ يقول لصاحبه إذ لم يكن وحده وفي القرآن ربنا قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإذن نحتاج إلى الرفقة نحتاج إلى التعاون فنتعاون كما قال ربنا وتعاون على البر والتقوى وكذلك هناك شرط أساس يعني من خياله أرسل رسالة إلى السادة القضاة الذين يستقبلون قضايا الناس على المستوى الوطني لأحييهم تحي خالصة أحييهم للتعاون المثمر بين رجال القضاء وبين رجال الصلح وهذا مظهر صحة في مجتمعنا لابد أن يتعاون الجميع يتعاون رجال الصلح مع رجال القضاء حينما أقول الرجال من باب التغليب الرجال والنساء المصلحون والمصلحات في مجال الصلح وكذلك في المجال القضاء والعلاقة بينهما هي علاقة التكامل بل أن مجالس الصلح وأؤكد على هذا المعنى إن مجالس الصلح ليست بديلا عن القضاء بل هي مكملة له